تغيرت هيئته الرسول بولوس لما كتب لكنيسة روميا قال ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم تغيروا نفس الكلمة يعني كلما اقتربت من يسوع كلما تشبهت بيسوع المسيح كلما نور المسيح يضيء في حياتك يشع في حياتك وهذا ما حدث مع الشهيد الأول استفانوس وهذا ما حدث مع موسى على جبل سينة كان وجهه يلمع لأنه كان في محضر الله نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل فبرضو الكتاب بعلمنا أنه كلما اقتربنا يعني ناظرين في مرآة نتغير بقول الكتاب في كورونتوس الثلاثة والتمنطعش نتغير إلى تلك الصورة عينها نفس صورة المسيح من مجد إلى مجد يعني كلما تغيرنا في المسيح نقترب نتشبه أكثر بيسوع المسيح تغيرت هيئتهم أضاء وجهه كالشمس لأنه أضاء بنور داخلي فحتى الثياب صارت بيضاء كالنور كله نور لمعان نور سرمد نور أسنى نور باهر ساطع جدا في هذه الحادثة أحبائي مكتوب وإذا موسى وإليا قد ظهر لهم لهم يعني البطرس ويعقوب يحن يتكلمان معه يتكلمان مع المسيح بحسب بشارة لوقة يتكلمان عن خروجه طبعا ذهابوا إلى أرشليم والمقصود مجده مجده المقصود أنه موته على الصليب وقيامته من بين الأموات فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد أن نكون ها هنا فإن شئت نصنع هنا ثلاث مظلات يعني خيام لك واحدة ولموسى واحدة ولإليا واحدة هذا طبعا كان إعلان لبطرس حتى يتعرف الظاهر في شخصية إليا أو موسى في إشياء اللي هي ممكن تتعرف فيها شخصيتهم وفيما هو يتكلم إذا سحابة نييرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا ولما سمع التلميذ ساقطوا ساقطوا على وجوههم وخافوا جدا كيف لا يخافوا فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا ولا تخافوا فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده طبعا في أي تسعة مكتوب وفيما هم نازلوا من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات لازم يكون في برهان وإلا لو تكلموا عن الحدث ما فيش الدليل ولكن بما أنه قام لأن القيامة تبرهن يسوع بالقيامة من الأموات تبرهن أنه ابن الله يعني هو تتكلم عن لهوت يسوع المسيح وأدركوا بعد القيامة هذا الاختبار العظيم اللي حدث معهم على جبل التجلي موسيقى موسيقى